اشتركوا في القناة وخمسين منهم الاعوال والمغنية طبعا هنشوف قدامنا يعني فيديو استسلام الجنود اللي هم المجموعة التانية وشوفنا المجموعة الاولى لكن الجديد عندنا كيف استخدمت روسيا هؤلاء الجنود لمصلحتها يعني القنوات كلها بتتكلم عن استخدمت روسيا يعني استسلام الجنود والغريب بقى ان اوكرانيا عامل شغل تاني خالص والاعلام الغربي عامل شغل تاني خالص هنقول لكم عليه دلوقتي قدامنا فيديو استسلام الجنود اثناء فيديو استسلام الجنود بنقول لكم ماذا يقول الاعلام الغربي بسكوف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة في موسكو بيقول لك خروج المسلحين من ازوف استال لا يمكن النظر اليه الا بشكل لابسة فيه لقد قلقوا اسلحتهم واستسلموا ليه؟ الاعلام بيقول لك اجلاء اجلاء هم في زلزال عشان كانوا او في حدثة ومش عارفين يخرجوا فطلعوهم ده معنى كلمة اجلاء لكن هم جنود ومعهم اسلحة واستسلموا ما لهاش اصلا لفظ تاني لكن بيقول لك اجلاء والاعلام الغربي يقول لك ايه اوكرانيا انهت العملية القتالية في ماريوبول وكأنها انهت العملية بمحض ارادتها اه هنا فيه استسلام جماعي لتسعمية تسعة وخمسين العدد الاجمالي اه يوم ستاشر استسلم متين خمسة وستين واليوم استسلم باقي التسعمية تسعة وخمسين كما ترون اه لكن اه لو شفتوا الركز في الصورة هتلاقوا الرجل الاعور اللي طلع قبل كده ويتكلم باسم الجنود عدو فستيل موجود معاهم في اه يعني الجنود التي سلموا اسلحتهم اه لكن الشيء المميز عندنا كل القنوات بتتكلم عن الاستسلام القنوات الغربية بتتكلم عن حاجة تاني خالص 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 اولا بتقول اجلاء ده اجلاء دي خلصنا منها لكن الغريب انهم جايبين محاكمة اه جندي يقال انه جندي روسي هنجبه لكم بعد شوية كده وبيقولوا يعني الاعلام مضخم الموضوع يعني تدخيب كبير جدا ومركزين على محاكمة جندي روسي وهنشوف ايه موضوع محاكمة الجندي الروسي ده اه طيب ليه انا قلت كيف استخدمت روسيا الجنود اه لمصلحتها قبل ما يخرجوا بعد ما خرجوا من اه لقوا فيهم ضباط اه يعني في اللاسلكي والضباط يعني هم مدربين جدا فقالوا لهم مليان الغام طيب ايه الموضوع قالوا تنظف الغام يا حبيبي قبل ما تمشي الحاجة الجديدة بقى عندنا اجاب لكم جنود اه وهم بينظفوا الغام من مصنع اه واحد سألني بالامس هو قدامكم هو بينظفوا المصنع واحد سألني بالامس بيقول لي بعد ما استسلم متين خمسة وستين جندي بيقول لي هل فيه جنود تاني موجودة فيه اه مصنع عزوفستال قلت له نعم دولا باكورة وموجود تاني بعتوا المتين خمسة وستين بيجسوا بيهم نبض هيشافوا معاملتهم اتكون ازاي لو المعاملة حسنة ولا ام اخدوا المصابين الواحد وتمانين على المستشفيات فاستسلم النهاردة اه يعني عدد اخر وهو اه ستومية اه اكثر من ستومية شخص الاستسلم النهاردة با اخدوا الجرحة ايضا الى مستشفيات و اه يعني التانيين بيقولوا لهم تعالوا ستومية اربعة وتسعين مقاتل منهم تسعة وعشرين جريح منهم طبعا النساء منهم المغنية اللي كانت بتغني وبترقص في ازوف في مصنع ازوفستال اه طيب احنا شافين terribly الى دلوقتي بينضفوا مصنع من الالغام ده لسه لسه هيروحوا الفرز من المعار الواجب بيقولوا ارسم نخلة على الحطة مسلا يعني اقولوا مسلا مش ما شفتش يعني 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 يقولوا ارسم نخلة على الحطة يرسم النخلة على الحطة يقولوا دي نخلة يقول له آه نخلة يقولوا طب اركب النخلة طبعا هيركب النخلة ازاي هو كده لازم تركب النخلة هو ما بيخلوهم يركبوا النخلة هو بيجيبوا بينظفوا مصنع زوفستال ومن أطلف شيء عليه إصلاحه هم اللي حقوا الألغام وهم اللي بينظفوا الألغام كما ترون تستخدمهم روسيا لسه كمان بتاخد منهم معلومات استقباراتية لأنهم جنود على أعلى مستوى واحد يسألني يقول لي هل فيه جنود تاني أقول له نعم أنا أتوقعني لسه فيه جنود تاني واللي موجودين التانين هم المهمين جدا يعني إن كان دولا فيهم صيد سمين كثير وسمك كثير زي ما بيقوله سمك كده حي وبيلعب لكن فيه اللي هو روس الكبيرة لسه مستخبية داخل المصنع لم تخرج بعد ودولا خرجوا واحد يقول لي دولا خرجوا ليه خرجوا لقلة المواد الغذائية تحت لقوا نفسهم هيموتوا فبعتوا مجموعة علشان تطلع وتشوف ايه اللي هيحصل في الخارج ثانيا إن فيه اوكرانيا بتقول حدثة خيانة إن بعض من موظفي المصنع السابقين دل روسيا على أماكن الدهاليد وإزاي يدخلوا ويوصلوا فهم عارفوا إنه يعني عربت نهايتهم فبدأوا يخرجوا كما ترون معنا فيديوهات كثيرة جدا أوعوا تمشوا أوعوا تسيبوا الفيديو معنا فيديوهات كثيرة جدا وجميلة جدا ايضا معنا فيديو اوكرانيا والإعلام الغربي خد الناس في حتة تاني خالص ايه؟ أولا قال لك ده إجلاء إحنا أجلنا رعايانا في مصنع أزوفستان لكن الحاجة التانية عملوا محكمة لجندي يقال إنه روسي والله أعلم بها إن كان روسي أو مش روسي وقالوا إنه هو قتل مدني وأول محكمة لجرائم حربة كما يدعون وقالوا يعني الجندي أمامكم الآن هو الفيديو بتاع الجندي الروسي أمامكم وزي ما انتوا شايفين بيتحاكمه لكن يعني زي ما انتوا شايفين هذا هو جندي الروسي يتم محاكمته بتهمة قتل مدني يا سلام هو الحرب الحرب تقتل مدنيين كثيرة جدا وطبعا إحنا لا نعلم حتى روسيا لما سألوا الخارجية الروسية قالوا له لا نعلم إنه هناك جندي يعني موجود في أزوفستان موجود في أوكرانيا أسف طيب يعني هنشوف الجنده هو وبيتم محاكمته كما ترون ده الإعلام إعلام أوكرانيا والإعلام التاني كله بيتكلم عن إجلاء 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 إيه يا جماعة دولا أسرى حرب أسرى حرب ناس مسلحين بزي يعني بزي الجيش وطلعين وكمان يعني لو لاحظت الفيديو بتلاقي عليهم الوشم بتاع النازية على صدورهم وأجسامهم فهنا دولا أسرى حرب وليس يعني بعد ما بدأوا تنظيف مصنع أزوفستان يتم نقل الأسرة زي ما انتم شايفين أخذوهم في حراسة مشددة وممكن يرجعهم تاني يعملوا ينظفوا المصنع من أي لو في بواقي ألغام أو حاجة وداية ما انتم شايفين يعني تحت حراسة مشددة يتم نقل الجنود دخلوهم في أوتوبسات وبعد ما دخلوهم في أوتوبسات طبعا معهم حراسة وعليهم حراسة أيضا رائرات هيلو كابتر يعني تحرس النقلات من الخارج فهنا في حراسة مشددة على يتم نقلهم واحد يقول لي هاستفادوا بهم ايه هاستفادوا بهم كتير هاستفادوا منهم معلومات هاستفادوا بهم يقولك روسيا انتصرت هاستفادوا بهم انهم يعرفوا يعني أسرار مصنع أزوفستان وده حاجة مهمة جدا جدا بالنسبة لروسيا وبالنسبة للعالم كله يعني حسب الدعاء روسيا بتقولك ان المصنع يعني ينتج أسلحة بيولوجية وأسلحة كده يعني هنشوف ايه لا يحصل والمعلومات اللي هيقولوها ايه فقدمنا نقل الجنود يعني تحت حراسة مشددة يعني بتقولك أوكرانيا بتقولك احنا انهينا القتال في ماريوبول والصين بتقولك طيب اذا كنتوا انهيتوا القتال يعني ما تعملوا سلام بين روسيا وبين اوكرانيا اه عاد اقول لكم على موضوع في فرج ده موضوع في كل موجود في كل اه كل البلاد اه او اه الرجل اللي هو يعني بيحاكم المتهمين وكده يعني لما كنت في العراق اقول لكم على فرج العراقي اه اه يعني يقولك اه عاملين ايام صدام حسين يعني كانوا عاملين في المغفر اه ما روحتش بس بيحكولي كانوا عاملين في المغفر يعني اه اه حاجة شبه اه كتاب او حقيق ولكنه حديد فلما يجي واحد اه اه متهم اه قوله له تحرف لو انت كنت كاذب اه اه يعني هتتأذى فهم هم موصلينه بالكهرباء مجرد ما يحط يده عليه يتكهرب يقوله شفت انت كزام اه يعني ده فرج في العراق ايام صدام حسين فهنا كانوا عاملين اه يعني كتاب يعني موصل بالكهرباء عبارة عن حديد ولما حد يحط يده عليه بيوصل القهرباء تلسعه القهرباء ويقوله شوف انت كزام عشان كده يعني اتلا ساعته كده فده فرج في العراق الفرج عندكم بيعمل ايه ما عرفش طيب اسألكم سؤال يعني ثقافي كلنا نتثقف ايام ما كنت في العراق اه في زمان في بغداد كانوا بيسموا دي خشوجة خشوجة دي الملعقة هنا في مصر اسمها ملعقة بيأكلوا بيها هل دي اسمها ايه في في بلدكم في ايه في الدول المختلفة يعني دي اسمها ملعقة في مصر اه اه وفي العراق اسمها خشوجة انا ما عرفش اسمها ايه في بلدكم ده للثقافة عشان احنا دول عربية نتثقف ففي اي دولة نعرف اسمها ايه تحياتي لكم واشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد محدثكم ظريف الادي